أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما ضربني قط عشر سنوات هل أخطأ أنس أم لم يخطئ؟ كثير من الأحاديث ذكرت أخطاء وقع فيها أنس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرب الحنون هو الأب الحنون هو الذي يحسن فنون التربية ويتقن كيف يربي بحب قال ما ضربني قط مفهومة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلقي العظيم ثم قال بعد ذلك ما هو أكبر من ذلك قال ولا نهرني قط أي وما وبخني حتى ولا تعصب علي ولا رفع صوته علي ولكن الأصعب والأدهى والأخطر أن أنس بن مالك قال بعد ذلك ولا قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت الله أكبر هذه معالم التربية الحديثة التي نسعى إليها اليوم ونسعى إلى إيصال مفاهيمها الكثيرة والمتنوعة التي تنبع من حب هذا الطفل التي تنبع من الحرص على الحفاظ على الأمانة التي تنبع من اللين واللين ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه